قليلة ولذلك هو أنسح والله هو أجلس نبض الشارع خلال السنة دي كانت فترة كافية قوي أنه أجلس نبض الشارع المصري النتائج الانتخابات بترشح حالة إسلامية معينة الدكتور يعني هو بيتبنى طرح علماني ما دي مش من باب الزم ولا القطح وراجل يتبنى ذلك ولا أظن أنه هو ينكره يعني طرح علماني خالص يعني يمكن خلافا للطرح العلماني المصري وإن كان هو وقع في إشكالية الطرح العلماني المصري أيضا أنه هو حاول يعني معاولش أن آسف في اللفظ والله لا أقصد بها إساء مطلقا له كل الإحترام والتقدير يعني حاول أن يتملق الحلال الإسلامية يعني مثلا لما راح صلى في المسجد الرفاعي ولما التقى بتوع مشايخ الترق الصفية وقال ننزل مع بعض يعني كان هناك محاولة لتملق الحلال الإسلامية في مصر يعني كل المرحبونية سرحو صلى يعني لا أنا مش بشاء تقليل مطلقا لا 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 ما أصوطش كده خلص ما أصوتش كده خلص خلص ولا أتولق أحد احنا كلنا مسلمين وانا لا لا معلش أنا أصب المساجد ليست للطيار الإسلامي فقط ماشي أنا ما قلتش كده خلص بس المساجد والطرق الصوفية لا تتبنى الطرح السياسي ولا الطرح العلماني بتتبنى الطرح الديني في العمل السياسي خلافا لنا احنا كإسلاميين بتتبنى عازل لنبت مصطلح العلمانية برده ماشي ماشي أنا بتكلم الآن على حالة موجودة هنا في مصر فبقوله هو وقع في إشكالية النخبة العلمانية في مصر أنه حاول يتملق الحال الإسلامية أنا بقول كده ليه مش اتهاما له ولا بقول أن المساجد حكرة علناه ولا حاجة زي ما قاله أستاذ وقت أنا أصد أن الطرح العلماني بيقول الدين ما له جوع بالسياسة والطرح الصوفي بيقول الدين ما له جوع بالسياسة يعني ما أستطيع أن أصل إليه من كلام حضرتك فيما سألت عنه وهو فكرة علاقة التيار الإسلامي بالدكتور البردع وهل خزر أو لا أن التيار الإسلامي لم يكن أبدا داعما للدكتور البردعي في القطاعات الغالبة نعم لم يكن داعما للدكتور البردعي إحنا خيارنا حتى الآن في غالب القطاعات الإسلامية هو الشيخ حزم المسماعيل لأن الرجل أيضا عنده برامج إصلاحية وبرامج الإصلاحية قبل الحديث عمر الشاحين آخرين ده محورتاني أنا أنتقل إليه هتوقف عنده مرة أخرى لكن دكتور الأستاذ ويلاندي لكي نزيد تعليق على بعض ما ذكرته فيما يتعلق بالأسباب التي دعت البردعي للإنسحاب وعلاقته بالقطاع الإسلامي أولا البردعي لم يزهر كلمة الإنسحاب تماما في البيان الطويل الذي أعلنه النهاردة أو في الفيديو يعني مفاجأة يطلع من سحفش لا هو الراجل قال بالنص أنه لن يترشح قرر ألا يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهذا لا يعني وقراره ليس انصرافا من الساحة بل استمرار لخدمة هذا الوطن بفعالية أكبر من خارج مواقع السلطة ومتحرعة من كل القيوب إذا كان البردعي ابتعد انصحبه من سباق الرئاسة ابتعد خطوات عن سباق الرئاسة فهو اقترب أكثر إلى العملية السياسية المصرية بمفهومها الشعبي كيف؟ يعني هو الرجل طارح مجموعة من الأفكار والرؤى مؤلخصها أن هذه الثورة مستمرة هذه الثورة قامت في 25 يناير الموضوع العلمية تحقق منها شيء وتعرضت لعملية إجهاد واستنزاف كاملة بما عادة يعني أسوأ من النظام الذي اسقطته الثورة الرجل بيعني أنه وهذا ما طلبته بها الآن يعني إذا اعتبرنا أن هذا القرار كان صادما لمؤيديه ومحبيه والبعض اعتبروا أنه ضربه إلى الثورة وأنا بطالبته وأطالبه الآن بحزمة من التعويضات لقوة الثورة الحقيقية هذه الحزمة سواء هتاخد شكل حزب سياسي تاخد شكل مشروع نهضة كبير تاخد شكل كيان يجمع كل قوة الشباب وهو بيراهن يعني هذه مرحلة أو نقطة أخرى نقطة أخرى أنا عايز بس أشير إلى فكرة أن البلدعي تملق التعويض الإسلامي مشتر الإسلامي الحال الإسلامي الحال الإسلامي ربما حدث العكس نذكر الوصول الأول لمحمد البلدعي إلى القاهرة ونذكر هذا التكالب والتنافس في جزء من التعويض الإسلامي بالأساس هو ضد العمليات السياسية يعني هذا موجود ومثبت في وثائق سواء فيديوهات أو كلام هم ضد عملية الديمقراطية من الأساس وكانوا ضد الثورة من البداية أنا أتكلم على في جماعة الإخوان المسلمين هم الذين التفوا حول محمد البلدعي في البداية وهو أيضا لم يطالب فقط أو يدافع عن حقهم في المرسل السياسية في مصر لا هو يتحدث عن أن هذه الجماعة جزء من النسيج الوطني المصري ومن حقها أن تشترك في العمل السياسي الإخوان المسلمين هم الذين جمعوا 800 ألف توقيع مؤيد لمحمد البلدعي كبديل السلطة فكرة محمد البلدعي هو البديل هو الرمز وبالتالي يعني هو الضمير هو ضمير وطني أكثر منه قائد ميداني هو يعني محرك بائث لثورة ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الغضب الموجود في الشرع المصري والأشواق التغيير كلها موجودة من ألفين هل نستطيع أن نقول الدكتور محمد البلدعي الذي فتح باب التغيير اسمح لي أستخدم التعبير لحي تخدمته بكده هز شجرة التغيير لتتساقط سمرها على الأرض صحيح وكان قطرة المطر التي نزلت على بذور التغيير الملقاة في التربة المصرية موجودة في التربة المصرية كان قطرة المطر التي أنبتت هذه البذور وصنعت صورة 25 نيل وهذا لا ينكره أحد البردعي لم يتملق طيار إسلامي مشكلة البردعي أنه ضد منطق الصفقات وللأسف الشديد العملية السياسية بتدار خلال المرحلة الانتقالية بمنطق الصفقة يعني سياسة الصفقة هي السائدة وهي التي يعني بتتجاوز فكرة حتى حضرتك أثرت أكثر من النقطة تفتح أكثر من مهور للحوار بعدها أفضل أن أرجعه للنص الآخر من الحوار أضيك بس أنه ليس صحيحا أن البردعي اتخذ هذا القرار لأنه اكتشف أن فرصه ضئيلة في البردعي هو الرقم الأصعب في المعادلة معادلة الانتخابات الرئاسية البردعي ما زال هو رقم واحد يعني في استطلاع المجلس العسكري نفسه وأنا لا أسبب كثيرا يعني في كل الاستطلاعات التي أعلنت وعبئت على عجل يعني لها بتظهر البردعي بـ 4% وبتظهر منظم أن أحمد شفيق بأعلى السلم كل ده غيره ولكن لو بصينا لأن شخص البردعي هو دائما مستهدف بالقصف والقنص والتشويه والتنكيل الأخلاقي وحملات ساقطة للغاية هذا يؤكد أن هذا الرجل رقم خطير جدا وصعب في المعادلة الانتخابية يعني أولي معود لأحمد أسأله عن بعض ما أسأله من القصف من يأستمع بإيجاز إلى رأي دكتور خالد سعيد في هذه النقطة يعني هي ملاحظة تبدو في محلها تماما أن الدكتور محمد البردعي كان الأكثر استهدافا من نظام مبارك ما بين والنظام الحالي أيضا وظل يعني يمكن هذه هي المفرقة أنه بعد سقوط نظام مبارك ظل هو مستهدف من قبل العديد من التيارات السياسية ربما أكثر من بقية المرشحين مع الكامل الاحترام للجميع هل حقيقة لديك تفسير لهذه الحالة؟ أنا تفسير لهذه الحالة أن الدكتور محمد البردعي استمرار استهدافه حتى الآن ده حقيقي أنا بقول به أخر به التشويه الأخلاقي له الأسرته الشخص الكريم وغير ذلك هذه الأشياء كلها غير ثابتة وهي أشياء ساقطة أخلاقيا لا ينبغي نحن أخذ فيها مطلقا وهذا الأمر يعني هو تابع لاستمرارية النظام نفسه النظام بالضبط نفس الحالة الإسلامية اللي بتشويه حتى الآن في وسائل الإعلامية تابعة برضو لاستمرارية النظام السابق وتكالب بعض النخب على ذنب الإسلاميين يعني الإسلاميين إذا كان نتكلم الأستاذ وائل يعني مشكورا عن وجود حالة من التغيير في الواقع أنا أزعم من الحالة الإسلامية هي من أكثر من صنع حالة التغيير دي في الواقع وما زال يكلنا الاتهامات من تكتو حلفاء النظام السابق مع أن أعداء النظام السابق اللي نبازوا العداء 30 سنة كانت الطائر الإسلامي طيب على كل الأخوال أنا أبقى في موضوع أنا لو أريد أن أخذ الحوار منح أخر نعم ده كلام السليم ده كلام السليم يعني النقطة اللي أثرها دكتور وائل فيما يتعلق بالموضوع الذي نصيره اليوم في العلاقة بين الطائر الإسلامي وبين البرادة هو أثر لقطة بالفعل يعني لا يستطيع أن ينكرها أحد وهي واقعة وهي أن جماعة الإخوان المسلمين جمعت ما يقرب من مليون توقيع ده لو تبريد حضرتك يعني هذا الأمر قبل الصورة غير بعد الصورة يا جماعة نحن الوقت بنتكلم في سياسة ولا بتكلم في حاجة تانية ولا بتكلم في جمعية خيرية قبل الصورة كان البلادة قد يشكل أملا لحتى بعض القوى الإسلامية زي الإخوان أنه ما فيش مخرج أصلا الحالة السياسية مزدودة إنسداد كامل لكن بعد الصورة هو بقى لعنده فرص تانية يلعب هذه اللعبة أنا لا أرى أنه من استثمر في من معلش أنا مش بكلم من اللي استثمر في من أنا بقول أنه هو تملق الحالة الإسلامية اللي تتسود الحضرتك دي بس فرصة اللي تتسود الشارع المصري ولذلك حضرتك لما قلت الجماعات الإسلامية أو الطائر الدين قلتك لأ أنا رفضت هذا كلام ليه بقى حضرتك بس خليك معي الطائر الإسلامي ليس هو كل قطاع الشارع المصري الطائر الإسلامي هو اللي انتخبوا 80% من الشارع المصري أنا أخذ عبارة حضرتك سأضع خط تحت عبارة حضرتك في نفس الحالة عبارة في الجزء الذي ذكرته واللي أشار إليل أستاذ وائل أن الدكتور محمد البرادعي مثل في وقت ما المخرج الوحيد كان في حالة من حالات الثنائية كده وضعنا فيها نظام مبارك إما التوريث وإما أشياء أخرى وإما أي حاجة تانية وإما أي حاجة تانية لكن الدكتور البرادعي قدم هذا البديل فالتفى حوله الناس ثم خرجت الحالة السياسية من هذا الانسداد وبالتالي أصبح مشروعا أمام التيارات السياسية المختلفة أن تبحث عن مرشحين آخرين قد يلبون أملها أو يكونوا أقرب لها هل ترى بالفعل أن الدكتور محمد البرادعي أدى مهمة كبيرة ويشكر عليها لكن قد لا يكون هو المرشح الذي يمكن للعديد أن يقفوا من وراءه من تايرات السياسية التي تختلف معه مبدئيا كان كاستة أبريل كحركة كان تايدنا البرادعي مش كمرشح الرئاسي حتى دعنا أكثر من مرة قبل الثورة لا بصفته رمز للتغيير محرك للحياة السياسية في مصر هو لم يفتح نفس مرشح للرئاسة بالمنزل ضبط كدعم للتغيير كدعم للتغيير وكان حتى ده وضحناه أكثر من مرة أنه هو كرمز مرموز الحركة الوطنية المصرية والأثر الحياة السياسية وحرك المهرة كده في مصر في 2010 بعد الثورة كذلك كان أي سؤال بيوجه للحركة أن هل في مرشح رئاسي سيتم دعمه فكنا بنتكلم نحن فكريا وكرؤية أقرب للبرادعي وكنا دعمين لقبل الثورة في مشروع التغيير بصفة عامة ولكن فيه كمرشح للرئاسة مستانيين نشوف البرامج المقدمة من كل مرشحين للرئاسة وحتى هذه اللحظة ما شفناش أي برنامج متكامل بتكلم عن السياسة بتكلم عن الاقتصاد السياسة الخارجية التعليم الصحة كل هذه الأمور لم يتم تخديم مشروع حول هذه الأمور إلا البرادعي برضو منذ أيام قدم رؤية خاصة بالصاد بالنسبة للدكتور البرادعي والتوافق حوله قبل الثورة شفنا أكثر اليسارين الراديكاليين مؤيدين للكتور البرادعي كانت سابقة غريبة نور بليبرالي يؤيدوا البرادعي حتى بعد الثورة كثيرين من الاشتراكيين الراديكاليين مؤيدين للكتور البرادعي حتى هذه اللحظة برضو فيه توافق حوله لأنه متفتح ومرن ويسمع للرأي الآخر وأنه هو يعني مش متعاصب ضد طيار بعينه وحتى لوحظنا في التحرير لما تم الحديث عن من يقود حكومة إنقاذ وطني لما كان فيه رؤية لأنه كان ده هو الحل الموجود للميدان فتوافقت جهات عيدة على دكتور البرادعي كم ألا يضعنا هذا في نفس المربع لتكلم عنه دكتور خالد وهي فكرة